اشتركوا في القناة للامتحانات التي من المقرر ان تبدأ 4 يوليو المقبل حيث بيتم تكليف رؤساء لجان ومراقبين وملاحظين للعمل بامتحانات السنوية العامة سواء عقدة الامتحانات ورقيا ام الكترونيا حيث بتعقد الامتحانات في لجان مراقبة داخل المدارس وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم اكد انه سوف يتاح لطلاب السنوية العامة الدخول للجان الامتحانات بالكتاب المدرسي والمصادر الرقمية مع عدم وضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه موضحا ان الطلاب الذين لا يملكون اجهزة التابلت مثل المنازل والباقيين للاعادة من العام الماضي بيمكنهم استحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الاصلي او نسخة مصورة او مطبوعة منه ولكن بدون الكتاب عليه باي شكل واوضح الوزير انه سوف يتم الاعلان عن تفاصيل وضوابط امتحانات السنوية العامة 2021 بعد العيد بايام قليلة خاصة فيما يتعلق بطريقة اداء الطالب للامتحانات والفئات التي تؤدى للامتحانات بشكل الكتروني وايضا تفيد تأمين الطلاب صحيا ووقائيا داخل لجان الامتحانات بسبب فيروس كورونا وشددت وزارة التربية والتعليم على عقد امتحانات السنوية العامة الكترونيا موضحا ان امتحانات مايو التجربية المقرر عقدها لطلاب السنوية العامة بتستهدف كل طلاب السنوية العامة الذين معهم اجهزة تابلت سواء كانوا في مدارس خاصة او حكومية ترجمة نانسي قنقر